تحدي الشخصي في حيات مروع عباس بعد توليها قيادة IBM مصر الحقيقة أنا نفسي أنه نحن نكمل ونساعد سوق المصري ونشتغل كـ IBM في سوق المصري في أكبر المشاريع حتى اللي جاية مش بس اللي احنا موجودين معهم فيها دلوقتي بس كمان في المرحلة اللي جاية بتزيدني فخر بحقيقة أنه نحن نبقى بنخش يعني وبنجيب تكنولوجية IBM اللي هي من 111 سنة وكل الإكسبرتيز والنولدج اللي جاية IBM أنه نطبق فيه في سوق المصري هنا في مشاريع قومية نفيد بيها البلد يا رب وهنتابع وهنشوف وإحنا وفقين الضوء يحصل فعلا ويحصل حتى قبل ما نختم عايزة أشاركك بقى بسؤال تقليدي جدا في شغل عالي أنه دايما بنسأل سؤال كده من مجموعة كلمات وعايزة عرف وقعها عندك فضل هبتدي من الكلمة اللي هي عنوانك أوي بكل الهدوء ده النجاح تقدري تقولي نسبي مش ما فيش توصيف واحد للنجاح بالنسبة لا لا أنه زي ما كنت بقولك النجاح بالنسبة لي في وقت معين ممكن كان يكون بيتي النجاح دلوقتي بالنسبة لي ممكن يكون مع بيتي هيكون شغلي وتحقيق أحلام معينة لشركة IBM في مصر يعني هي هي نسبي مراحل الفرصة الفرصة يعني تقدري تقولي إيه إرادة يعني الفرصة لازم تبقى أن أنت أو توفيق من ربنا توفيق من ربنا أكيد المحاولة هي دي الإرادة آه لازم يبقى عندك إرادة وتقعي وتقفي وتكملي كم مرة الواحد مفروض يحاول في حياته على طول ملهاش ملهاش لأن أنت كل مرة بتتعلمي حاجة جديدة كل مرة العلم العلم ده كنز ده يعني حاجة مهمة جدا حاجة مهمة جدا يعني قوة تقدري تقولي كده لو ما عنديش اللوهاو أو المعلومة أنا ضعيف مش هتقدري تغني ثقة الناس مش هتقدري تكملي مش هتقدري ولازم يقفيه علم على طوق يعني كل يوم في جديد والعلم ده مش بتغديه مرة وطوق في أنت كل يوم لازم هتتعلمي حاجة من خبيرة مبيعات بقى الإقناع إزاي؟ تحصل إزاي؟ شمعني في ناس بإقناعة أو تدخل قلبينا من خدق صدق آه صدق أنا بشكرك جدا ومبسوطك جدا بأنه اتشرفنا بواحدة من النماذج المصرية الحقيقية اللي قدمت قصة نجاح حقيقية ووثقة وممتدة على مدار وقت طويل وبتعمل شغل عالي لا مرسي ليكي وأنا عيهوب إن شاء الله يعني يكون الكلام اللي احنا تكلمنا فيه ده وصل لبعض السيدات والبنات اللي في المصريين وعشان يكملوا ويعملوا شغل عالي هم مكمل ده حقيقة مشكرك شغل عالي كل م disagreeة شغل عالي هم ، النا אנחנו نهابي